دي لقطة لعماد السيد دي طبعا دي أنا باعتبارها لقطة مهمة جدا جدا وصعبة جدا 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 ليه يا كابتن كريم هنا الراجل استلم بظهره ولفه شاط عماد السيد في واحد كمان ضغط على حسام حسن بص 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 نجيب ضغط عليه والمسافة قريبة وبعدين شاطت جمد على الأرض يعني هو لفه شاط على طول وجاي تحت على الأرض عشان جدا عماد السيد رح لها بإيده واحدة بحرها بكاف إيده واقفها وبعدين تعامل معها بإيديه الاتنين إنما أنا شاف إن الكرة دي من الكرة الصعبة قوي لحرص المرض صعبة جدا 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 يعني أنا باعتبارها دي من أصعب الكرة نشفناها في الإسبوع ده بس أنا عايزة كتماشيها بقى طبيعية يا جلال يعني خلاها طبيعية ومشيها طبيعي عشان شوف قد إيه الكرة دي صعبة كرة دي فعلي سريعة جدا طبعا صعبة جدا برضو دي يقول لك حسام شاطة وحش لا مش قطاش وحش عماد الصد حلو عماد صد حلوة جدا والكرة دي ممكن سهل جدا تسأل عنها عماد الصد تماما إنما هو شالهدف بالنسبة مية في المية وكرة صعبة قوي كرة صعبة جدا يعني بص يا كابتالي لف وشاط لا صعبة جدا ده توقيت رائع بص جاي في كاف في إيده بالكامل يعرف دي لو جاي في صوابه وتاخد صوابه وتخش إنما ذوي عماد الصد بص بص كاف في إيده جلال بص كاف في إيده كله وقفها الأول بكانش شيفها روح لها بإيديل اتنين إيديل اتنين ما يلحقش فهو الأول وقفها بإيد واحدة وبعدين حط إيده التالية كمان عليها وكابتالي اختار الكرة دي أفضل تصدي أنا شيفني دي أفضل تصدي في الإسبوع ده كرة صعبة صعبة جدا يعني وحراس المرمى يفهموا الكرة دي يعرفوا قد إيه كرة دي صعبة